من مات مات شهيداً الله ومن عاش عاش حميداً الله إزاي حضراتكم قدرتوا توصلوا وتغرسوا المعنى ده في الجنود الأبطال دايماً في الجيش المصري عقيدة موجودة دايماً عندهم شعار اسمه إيه؟ النصر أو الشهادة ما بيجبش الشهادة الأول قبل النصر رغم إن الشهادة لا منذلة عظيمة بس إحنا أمرنا أن نقاتل حتى ننتصر ربنا سبحانه وتعالى إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم فإننا كنا ناصرين لله عز وجل فحقق الله عز وجل لنا النصر النصر أو الشهادة مبدأ وعقيدة عند رجال القوات المسلحة وعند الشعب المصري عموماً لذلك كنا بنقول لهم ومشيخنا اللي علمونا كده إن في زمن الحرب أو عندما نكون بين أبنائنا من رجال القوات المسلحة حفظهم الله عز وجل وزادهم أمناً وشجاعة ومهابة وكرامة دايماً نقول لهم الوحدة بتصنع المعجزات الدقيقة فارقة في حياة أي شعب وحياة أي إنسان كنا نضرب المسل العظيم بتاع النملة إن نستولي حكاية النملة دي اللي نقولها لرجال في زمن الحرب نعم ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم لما سيدنا سليمان أتى بجيش جرار ونملة واحدة رأت هذا الجيش فعلمت بأن هذا الجيش سيكون سبباً في تحطيمها وإهلاك باقي النمل فلم تنقوا بنفسها ولكن حثت الجميع على أن هناك خطر قادم فانتبهوا يا أيها النمل أدخلوا مساكنكم ليحطمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون فقامت هذه النملة على قوائمها تبين لباقي النمل بأن هناك عدو وهناك خطر قادم إليهم وهم لا يشعرون انتبهوا هم مش هيشفوكم فلا يكونوا في ذلك إثم على سيدنا سليمان فانتبهوا فكذلك هذه أمثلة كانت تضرب لجنودنا في أرض المعارك انتبه الخطر عندما يأتي فلا بد أن تخبر كل من حولك لأنكم كلكم شخص واحد وروح واحدة وأرض واحدة كلنا جميعا مدافعون عنها صحيح ترجمة نانسي قنقر